المؤتمر العادي السادس الحزب الاتحاد من عجل الديمقراطية والجمهورية جاء تحت شعار تعهدات جديدة لمواجهة التحديات الحالية وبحضور عدد كبير من غب المناضلي ومناضرات الحزب الاتحاد الديمقراطي إلى جانب الرئيس المؤسس له جان بايو ألينغي بدأت بكلمة ترحيبية قدمها رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والبادي أموس حيث أشار إلى أهمية هذا المؤتمر وقال إن لجنته تشيد بالجهود التي بزلها مناضلو ومناضلات الحزب والمساهمات التي قدمها كل فرد على حدة من أجل تنظيم المؤتمر السادس العادي للحزب أما رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية بالإنابة سرقي أشتا أقيدي وفي كلمتها لإفتتاح أعمال المؤتمر قالت إن شعاره يؤكد التوجه الجديد الذي ينتهجه الحزب لا سيما وأن بلادنا شاد تعيش مرحلة انتقالية حاسمة في تاريخها الحديث متطرقة إلى الحالة السياسية العامة للبلاد والتحديات التي تواجه المواطنين وقالت إن الحوار وهو السبيل الوحيد لمواجهة تلك التحديات ودعت مناضلو ومناضلات الحزب إلى الخروج بنتائج وقرارات تساهم في تنفيذ أودولوجيات الحزب وتسريع عملية العودة إلى النظام الدستوري اشتركوا في القناة